النهاردة عزيزي المشاهد كان عندنا قرعة دور الاتنين وتلاتين من بطولة كأس مصر موسم الفين تلاتة عشرين الفين اربعة وعشرين واول حاجة اقول لك كده الاهل والزمالك بنسبة مية في المية ازا تخطوا المباراة بتاعتهم هيقابل بعض في النهائي ما فيش فرصة يقابل بعض فيها الا هو النهائي فقط طب عندنا فريق برامدز انظامه فريق برامدز هو النسبة الكبيرة هيقابل الاهل في نصف النهائي ازا مالك قابل برامدز في نصف النهائي الموسم اللي فات فطبعا الموضوع لازم ايه يتبدل فايب الاهل هيقابل برامدز في نصف النهائي الموسم ده اه تعالوا بقى نتعرف بقى كده على مباريات دور الاتنين وتلاتين وطبعا موعد المباريات لحد دلوقتي هي ما تحددتش قال لك يوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله هتتحدد لان فيه اختلافات ما بين الفرق على تقريبا موعد مبارياتهم وكده فهم مش من السائل مع بعض فان شاء الله يوم الاتنين اللي جاي هيتم تحديد موعد المباريات رسمية تعالوا بقى نتعرف على مباريات دور الاتنين وتلاتين اول مباراة عندنا هتكون ما بين النادي الاهلي وفريق الالمونيوم فريق الالمونيوم لسه متأهل من دور القسم التاني الى دور المحترفين وطبعا لسه يلعب اه التصفيات المهيلة لدورة التركة الممكن تؤهله الى الدور المصري الممتاز تاني المباراة هتكون ما بين فاركو والواسطي تالت مباراة هتكون ما بين البنك الاهلي ضد بيترو جيت وطبعا بيترو جيت زي ما احنا عارفين هو متصدر دور المحترفين وتأهل رسمان الى الدور المصري الممتاز رابع مباراة عندنا هتكون ما بين المصري وجمهورية شبين عندنا خمس مباراة هتكون ما بين بيرومتز وآآ نادي النصر القاهر طبعا مباراة سهلة لفريق بيرومتز عندنا سادس مباراة هتكون ما بين الاتحاد السكندري وابو اير للاسمادة. سبع مباراة هتكون ما بين المقاولون العرب والترسان. تامن مباراة هتكون ما بين بلدية المحلة والجونة. ندخل على النص التاني من مباراة دور الاتنين وتلاتين النص اللي هيكون في نادي الزمالك. احنا قلنا النص الاولان فيه النادي الاهلي يعني الامل الوحيد ان هم هيقابل بعض هو في النهاء. فطبعا نادي الزمالك هيقابل فريق بروكسي آآ نادي الزمالك قابل فريق بروكسي الموسم اللي فات في دور الاتنين وتلاتين برضو آآ نادي الزمالك فاز بتلت اهداف لهدفين المباراة كانت صعبة على نادي الزمالك. المباراة كانت اتنين اتنين وصلت لشوات اضافية نادي الزمالك سجل هدف الفوس في الده تمانية وتسعين عن طريق سيف الدين الجزيرة مباراة كانت صعبة على ما اعتقد نادي الزمالك كان مش متوقع صعوبة فريق بروكسي. الموسم ده على ما اعتقد نادي الزمالك هيددى اهمية لاي فريق. يعني هيلع فريق بروكس اكيد هيددله الاهمية اكتر من الموسم اللي فات. عشان ما يحصلش نفس سيناريو الموسم اللي فات. عندنا بقى عشر مباراة في دورة الاثنين وتلاتين هتكون ما بين طلع الجيش وبور فؤال. المباراة رقم حداشر هتكون ما بين الاسماعيلي ونادي القناة. المباراة رقم اتناشر هتكون ما بين نادي سموحة ولفيان. المباراة رقم تلاتاشر ما بين و بترول اسيوك. المباراة رقم اربعتاشر هتكون ما بين نادي امبي والنجوم. المباراة رقم خمستاشر هتكون ما بين سيراميكا كيلوباترة وفريق مكادي. المباراة رقم ستاشر هتكون ما بين نادي زد والدخلية. مباراة طبعا هي مباراة دور المصر. ندخل بقى على النقطة المهمة وهي موعيد مباراة منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم الفين ستة وعشرين احنا في شهر يونيو القادم بازن الله عندنا مبارايتين. عندنا مباراة امام منتخب بوركينا فاسو ومباراة امام غينيا بيساو. هنلعب منتخب بوركينا فاسو هنا في استاد القاهرة يوم سبعة يونيو الفين اربعة واشرين. عندنا غينيا بيساو هنلعبهم هناك في غينيا بيساو يوم عشرة يونيو الفين اربعة واشرين. وطبعا قالك ان موعيد المباراة ديت انها تحددت من قبل الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. فطبعا دي اول مرة ان هو الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هم اللي يحددوا آآ المباراة المؤهلة لكأس العالم. فطبعا دي حاجة جديدة احنا مش متعودين عليها ان هو مباراية مواعيدة تتحدد من دلوقتي. فقال لك هما كان الاول بسبوع الاتحادات الاهلية تقريبا الاتحادات الدول نفسها اتحاد مسلا تحاد القرى المصري والاتحاد مسلا القرى تعبوركي نفسه هما دولة ينسوا معاد ما تشوهم امتى? فقال لك لا احنا ايه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هما المتكفلين بالحتة دي هما اللي حددوا مواعيد المباريات. انت بقى المفروض يعني تنسق نفسك دور مصر تخلصوا امتى? تشوف نفسك بقى هتوقف المباراة امتى هيا المباراة واعتبر المباراة توقفة احنا كل مرة بتتأجل فطبعا هيكون في يعني المفروض فيه تنسيق ما بين بقى مباراة دور المصري ومباراة المؤهلة لكأس العالم.